هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثمنة صباحا مع مصطفى كفافي اتفضل مصطفى شكرا لك محمد الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض وأن البلدين بصدد إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال عبد العاطي أنه بحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانبه أشهد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالدورة المصرية المحورية إلى جانب قطر والولايات المتحدة في ملف التفاوض من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بشكل تام وفقت الأمم المتحدة على منح دولة فلسطين مقعدا جديدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن جانبه وصف المندوب المصري السفير أسامة محمود عبدالخالق هذه الخطوة بالتاريخية وأكد أنها ليست مجرد مسألة إجرائية وينص على أنه اعتبارا من الدورة السنوية 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن للفلسطينيين أن يقدموا مباشرة مقترحات وتعديلات كما يمكنهم أيضا الجلوس بين الدول الأعضاء حسب ما ينص الترتيب الأبجدي وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وقد أعلن الدفاع المدني بالقطاع عن انتشال سبعة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال في قصف استهدف منزلا بمنطقة جباليا الوقعة شمالي القطاع أما في جنوبه فقد أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بنس هيلا الوقعة شرقي مدينة خاريوس نددت الأمم المتحدة بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للمنظمة الأممية في قطاع غزة لساعات طويلة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي وقال ستيفن دوك يوراك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن سلوك القوات الإسرائيلية على الأرض يعرض أرواح الطواقم الطبية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة للخطر وأشر إلى أن الوقعة تشكل أحدث مثال على المخاطر والعقبات التي تواجه العمليات الإنسانية داخل القطاع قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الأطراف الليبية المتنازعة في طرابلس لمحاولة حل أزمة مصر في ليبيا المركزي كان مجلس النواء في بني غازي لاقع بشرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب قد اتفقا هذا الشهر على تعيين محافظ لمصر في ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء صراع للسيطرة على عوائد البلاد النفطية في مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية شددت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على ضرورة التوصل إلى مسار لحل الدولتين والتوصل إلى وقف لإطلاق نار في قطاع غزة وحول الوضع الاقتصادي أكدت هاريس أن خطة ترامب للاقتصاد ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ وأكدت أنها تريد تخفض الضرائم ودعم الاقتصاد أشارت إلى أن ترامب ترك فوضى كبيرة في الولايات المتحدة وساعد الصين على تطوير صناعتهم من جانبه رد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على أن إسرائيل ستختفي بعد عامين إذا انتخبت الولايات المتحدة هاريس رئيسة للبلاد وأكد ترامب أن الديمقراطيين أهدروا مليارات الدولارات وأن الإدارة الحالية خلقت كارثة اقتصادية وأوضح ترامب أن 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وأن خطة الهجرة السيئة دمرت البلاد وأشار إلى أن كاميلا هاريس ليس لديها خطة واضحة من أجل خفض الضرائب على المواطن نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر